أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد أن اقتخمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر وسط إطلاق قضائف ونيران كثيفة على مبانيها بدورها صرحت الخارجية الأمريكية بأنها تترقب إعادة فتح معبر كرم أبو سالم السبت القادم رغم التحذيرات الدولية من تدعيات اكتياح رفح الفلسطينية إلا أن مجلس الحرب الإسرائيلية أعطت ضوء الأخضر لإتمام العملية البرية في رفح الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت أنها استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر وسط إطلاق قضائف ونيران كثيفة على مبانيه واحتلته بشكل كامل ومنع تنقل المسافرين خصوصا المرضى والجرحة ودخول المساعدات الإنسانية أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته تعمل في منطقة محددة في شرق رفح وأشر إلى أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية فالسياق ذاته يواصل جيش الاحتلال لإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة وذلك لليوم الرابع على التوالي بعد الهجوم الذي طال المعبر قبل أيام وأدى لمقتل أربعة جنود إسرائيليين تطورات تنذر بغلق كل منافذ وشرايين الحياة أمام الفلسطينيين الذين قتلت الحرب منهم أكثر من أربعة وثلاثين ألف شهيد وما يفوق ثمانية وسبعين ألف مصاب فيما يواجه قطاع غزة مجاعة حقيقية ودمارا هائلا